اهلا ومرحبا بكم اعزائي طلبة وطالبات التعليم الثانوي الفني الفندقي وحلقة جديدة للصف الاول الثانوي مادة فن الخدمة وساعة فندقية هنتكلم فيها عن ما تبقى لنا من المنهج بتاعنا في الترم الاول واللي كنا اتكلمنا في الحلقات الماضية عن نشأة الفنادق تاريخيا وعالميا وفي مصر اتكلمنا كمان عن اهم ادارات الفندق وعلى رأسهم ادارة الاغذية والمشروبات اتكلمنا عن مهامها وعوامل نجاحها اتكلمنا عن مقومات نجاحها اتكلمنا عن الاحتياجات اللي بتحتاجها ادارة الاغذية والمشروبات النهاردة هنتكلم عن الهيكل الوظيفي لادارة الاغذية والمشروبات يعني الأشخاص المسؤولين عن إدارة هذه المنظومة من أول المدير لحد أصغر فرد في المنظومة بيبدأ الهيكل التنظيمي أو الهيكل الوظيفي لإدارة الأغذية والمشروبات بمدير إدارة الأغذية والمشروبات مدير إدارة الأغذية والمشروبات هو من أهم العناصر ومن أقوى العناصر الموجودة داخل الفندق بصفة عامة بتقع عليه مسئوليات كبيرة على رأسها وعلى أهمها نجاح الإدارة اللي هو بيتولى قيادتها مدير إدارة الأغزاء والمشروبات نيجي مع بعض نستعرض للمهام بتاعته واللي بتقول مسئول عن كل عمليات التشغيل ويمتلك خبرة كبيرة في جميع أقسام الإدارة مدير إدارة الأغزاء والمشروبات هو مسئول عن كل عمليات التشغيل كل عمليات التشغيل اللي بتدور جوه أدارته من تجهيز للاستقبال العمل اللي جايين من إقامة حفلات داخل الفندق من إقامة حفلات خارج الفندق في الأماكن الخاصة بالعميل يعني أنا ممكن يجيلي عميل ويطلب أن يتعامل حفلة في المكان عندي في بيتي في فيلتي في المكان اللي أنا عايش فيه مسئولية مدير إدارة الإغذية والمشروبات كمان أن هو يقوم بالحفلات دي خارج الفندق كمان من مهام إدارته يجب أن يتمتع بمهارات كثيرة فنية وإدارية وأساسية كمان هو همزة الوصل بين الإدارة العليا للفندق والعملين مدير إدارة الإغذية والمشروبات لابد أن يتمتع بكثير من المهارات قال لك مهارات فنية وإدارية وأساسية إيه الكلام ده؟ مهارات فنية يعني يكون أبسطها لك كده يعني يكون مهني يكون هو متربي على المهنة دي اشتغل فيها من هو صغير دار على كل الأقسام اشتغل في أقسام كتير جدا على بان ما وصل للمنصب ده مش بمجرد تسكية أو شهادة أو توصية من حد مهما كان مش هيبقى بنفس كفاءة وقوة الشخص اللي قدر يلف على جميع إدارات الفندق في سن صغير اشتغل وتدرج في المناصب لحد ما وصل للمنصب ده هنلاقي الشخص ده بيتمتع بمهارات فنية وإدارية كبيرة جدا هو همزة الوصل كمان بين الإدارة العليا وبين الاستف اللي بيشتغل أو الموظفين الصغيرين طبيعي إن الإدارة العليا للفندق سواء الأونرز اللي هم أصحاب الفندق أو الجنرال مانيجر اللي هو مدير عام الفندق مش من رؤيته أو ممكن ما يكونش من رؤيته إن هو ياخد باله من الموظف الصغير الموظف الصغير في أي مكان أو الجميع الموظفين في أي مكان بيبقى ليهم طلبات ليهم احتياجات بيكون دايما مدير إدارة الأغذاء والمشروبات هو همزة الوصل بين الاستف ده وما بين الإدارة العليا للفندق كمان عندنا من مهام مدير إدارة الأغذاء والمشروبات مسؤول عن مرأبة المبيعات ووضع الخطط المناسبة لزيادتها والاشتراك في تحديد أسعار المبيعات مع المسؤولين بالقسم الراجل ده بيشرف على إدارة المبيعات وبيحط الخطط المناسبة لها يعني بنبيع بكام بنشتري بكام عروض الأسعار اللي بتجيلنا عروض مناسبة لأن احنا نقدر نطلع منها أرباح للإدارة بتاعتنا ولا لا هو بيبقى نمشرف على الكلام ده كله كمان بيحدد الأسعار مع قسم المبيعات يعني بيحط ليفل معين درجة معينة لقسم المبيعات عن الحاجة اللي هو محتاجها وسعرها ما يزيتش عن بوجت معين أو عن سعر معين هو محدده عشان يضمن ربح للمكان بتاعه كمان بيقوم بدراسة شك والرواد والعمل على إزالتها ووضع سياسة الترقيات والحوافز للعملين يعني مدير إدارة الأغذاء والمشروبات أهم حاجة برضو من شغله جدا أنه هو يهتم بمشاكل الرواد أي نزيل أي عميل أنت نفسك لما بتروح مكان علشان تاكل أو تشرب أو تتعامل في المكان ده بأي صفة ممكن تتعرض لمشكلة لو إدارة المكان ما هتمتش تحل مشكلتك أنت مش هتروح المكان ده تاني ومش هتتعامل معه تاني وبالتالي مهمته أنه دايما يراعي مشاكل العملاء مش مجرد أن يسمع المشكلة وخلص نبقى نحلها بعدين أو بأنزل عتزير له بعدين لا ما ينفعش بيتحرك من مكتبه فورا بيتجه للعميل بيشوف المشكلة وبيحلها مع ابتسامة ودودة ومعاملة فيها هسبتاليتي وضيافة وترحيب للعميل علشان يزيل التوتر اللي حصل بسبب المشكلة كمان هو مسؤول عن سياسات الترقية يعني أنا عندي عاملين بيشتغلوا من فترة طويلة فيهم الكفاءات فيهم الكوادر فيهم الناس اللي تستاهل الترقية فبالتالي هو كمان بيقوم بهذه المهمة عندنا بعد كده من ينوب عن مدير إدارة الأغزاء والمشروبات وهو الاسستنت F&B اللي هو مساعد مدير الأغزاء والمشروبات الراجل ده بيعمل ايه؟ بيتعاون مع المدير في معظم اختصاصاته وبيقوم بدراسة مشاكل العاملين وكذلك تدريبهم وكذلك ترقيتهم يعني ايه الكلام ده؟ مفيش مدير مكان في الدنيا بيقدر يتولى الشغل كله بمفرده مفيش كل مدير كل قائد كل زو منصب في مكان بيكون له من ينوب عنه السست مساعد ليه بيساعده لإنجاز هذه المهام المهام بتبقى كتير جدا ولازم عشان تقوم على أكمل وجه يكون عنده من يساعده وارد جدا ان المدير يتغيب لأي سبب وارد جدا ان هو يتغيب بسبب الشغل برضو يعني يكون عنده مهام إدارية بيخلصها خارج الفندق أو خارج النطاق العمل اللي هو فيه ولكن في الوقت ده لازم يكون موجود من ينوب عنه لإنجاز مهامه كذلك مساعد مدير الأغذية والمشروبات بيقوم على تدريب العاملين علشان النهاردة أنا لما أقول طب ما أنا يعني أنا بشغل عمال مش متضربين لا أنا بشغل عمال متضربين زو كفاءات ولكن لما بتقفل على نفسك في دايرة واحدة بتنعزل عن العالم يعني لو قلنا ان فيه ناس اشتغلت مثلا في فندق معين أو في مطعم معين مدة طويلة من الزمن ما سابوش المكان دا عشر سنين خمستاشر سنة في تطور بيحصل للفنادق باستمرار في طرق الخدمة في طرق الهسبتاليتي والضيافة في كل أنواع الخدمات المقدمة للنزيل الشخص اللي بيشتغل في الفندق دا مدة طويلة من الزمن عشر سنين أو خمستاشر سنة بينعزل عن التطور اللي حصل وبالتالي من مهمة مساعد مدير الأغذية والمشروبات انه دايما يدخل التطور دا على العمال بتوعه عشان يكونوا عارفين احنا بنوصل لفين برة والمهنة الفندقية بتتقدم وبتوصل لأنهي مراحل من التقدم عندنا بعد كده طاقم الخدمة بالمطعم التدرج الوظيفي لطاقم الخدمة خلينا نقول أول بوزشان عندي تحت مساعد مدير الأغذية والمشروبات اللي لسه متكلمين عنه مدير المطاعم مدير المطاعم ركز في الكلمة دي عشان بعدها هنلاقي مدير مطاعم هيجيلنا كمان شوية طب يعني هو في حاجة اسمها مدير مطاعم ومدير مطاعم لو رجعنا مع بعض للمنهج لورا كده هنفتكر ان احنا قلنا ان في الفندق وخصوصا الفنادق الفايف ستار بيبقى جوه الفندق عندي أكتر من مطعم عندي مطعم رئيسي وعندي مطاعم متخصصة وبالتالي المطاعم دي كلها بيبقى لها مدير مدير مسؤول عن جميع المطاعم بتبقى ايه مسؤوليته؟ مسؤول عن إدارة جميع أعمال المأكلات والمشروبات ويقوم باستقبال الضيوف الراجل ده كل ما يخص الأكل والشرب من تجهيز لقوائم الطعام من ادخال التعديلات عليها ومحاولة المنافسة مع جميع قوائم اللي بتتقدم في الفنادق الأخرى كذلك بيستقبل الضيوف في جميع المطاعم اللي بتكون موجودة عنده لان انا بيجي لي ضيف بيدخل مطعم غير ضيف تاني بيدخل مطعم تاني فهو مسؤول عن استقبال جميع العملاء اللي بيدخلوا جميع المطاعم تحت منه بقى هنلاقي مدير المطعم يعني مدير المطعم الرئيسي مدير المطعم الإيطالي مدير المطعم الصيني وهكذا كل مطعم من المطاعم اللي احنا تكلمنا عنها لها مدير مدير المطعم بيقوم بايه؟ بيحدد ورديات العاملين ويباشر مسئولية خدمة العملاء ويقوم بتوجيه رعاية خاصة للمسنين والأطفال مدير المطعم بيحدد الورديات بتاعت العاملين يعني المطعم في الفنادق بنلاقيه بيشتغل مثلا هنقول فيه فندق بيشغل المطعم بتاعه الرئيسي 24 ساعة فبيبدأ الشفتة عنده من 8 صباحا بينتهي 4 ومن 4 بينتهي 12 مساء بالليل و12 بالليل بينتهي 8 صباحا فلازم بيحدد الورديات دي وبيحدد منها يشتغل من 8 ل4 وهكذا علشان يقدر يضبط نظام وموعيد الشغل كذلك بيقوم برعاية خاصة للمسنين يعني الناس الكبيرة في السن اللي بتيجي الفندق عندي هو بيقوم بالاهتمام بيها عن طريق ان هو بيخلي الناس اللي بتشتغل تحت ايده يهتموا بكبار السن سواء في ان هو أثناء ما بيقعدوا على الترويزة أثناء ما بيقوموا أثناء ما بيقدموا الأكل أو الشرب طبعا الكبار السن سواء رجال أو سيدات بيحتاجوا لرعاية ومعاملة خاصة كذلك الأطفال تحت مدير المطعم هنلاقي رئيس الصف اللي هو الكابتن اللي هو المسؤول عن مجموعة من الترابيزات بيقوم بخدمتها الراجل ده بيقوم بخدمة مجموعة من المواد كذلك بيقوم بتسجيل طلبات الرواد هو اللي بيقف على الترابيزة وبيشوف العميل محتاج ايه وبيبتدي يسجله في الكابتن أوردر بتاعه كمان بيباشر تنفيذ أعمال التقطيع والاشتعال في بعض العملة اللي بيحتاج ان الأكل يتعمل أصاده ما يتعملش في المطبخ زي في الخدمة الروسية ودي هتاخدوها ان شاء الله في الصف التاني هتعرف يعني ايه الخدمة الروسية محبيني الخدمة الروسية بيحبوا نظام الشو يعني يبقى يعد على الترابيزة وقدامه ترابيزة تانية بيتجهز عليها الأكل ويمكن انه يكون شوفنا ده في بعض الأفلام الأجنبية أو العربية وبالتالي الكابتن بيكون مسؤول عن الشغلانة دي طبعا بيكون كابتن محترف كابتن عنده الخبرة الكفيلة ان هو تخليه يقف على ترابيزة يجهز الأكل قدام العميل لان دي طبعا بيبقى فيها ريسك بيبقى فيها خطورة وبيبقى فيها فنيات ومهارات لازم يتمتع بيها القائم بالخدمة اللي هو رئيس الصف اللي هو الكابتن كمان بيشرف على المجموعة التي تعمل معه تحت يده مجموعة من الناس بتشتغل اللي هم هنتعرف عليهم فيما بعد اسمهم الويترز السفراجي هو اللي بيشرف عليهم بيشرف على شكلهم على انضافة اليونيفورم بتاقهم إلى آخره كمان بعديه مساعد رئيس الصف اللي هو الويتر اللي لسه يلينا عنه من شوائية الراجل ده بيعمل ايه؟ بينفذ خدمة عدد من المواقض خلف رئيس الصف يعني بيساعد الكابتن في مهامه كمان بيجهز المواقض دي بيزودها بجميع ادوات الخدمة المطلوبة وبيباشر تزويد مواقض الخدمة بما يلزمها من ادوات ومعدات يعني انا التربيزة عندي already بتبقى مفروشة مفروشة single cover او double cover او ايا كان نوع الكافر المفروش عندي وبيعود العميل بيطلب order لو الorder اللي طلبه متلائم مع الادوات المفروشة اصاده خلاص بتفضل التربيزة تمام على وضعها لكن لو طلب order الادوات المفروشة اصاد العميل مش مطبقة لللي هو طلبه بيبتدي يتدخل الويتر ويرفع الشوكة الغير مناسبة او المعلقة الغير مناسبة او السكينة الغير مناسبة ويبدل الادوات بالادوات اللي هيحتاجها العميل بعد كده مساعد السفراجي اللي هو الباس بوي يقوم باحضار الطلبات من المطبخ الراجل ده بيدخل يجيب الاكل من المطبخ هو الوحيد اللي بيدخل الكيتشن علشان يجيب الاكل منه طب ليه مش الويتر؟ ليه مش الكابتن؟ الويتر والكابتن مهمتهم الترابيزة دخوله المطبخ وخروجه الكتير بيعرضه ان هو ممكن يتعرق يحصل عرق ممكن لبسه يطوله ريحة اكل سواء ما شويات او خلافه وبالتالي لما يقف على الترابيزة الروائح دي او الشكل ده او الهيئة اللي هيكون عليها من دخوله وخروجه من المطبخ للمطعم بيعرضه الاحراج قدام العميل وبالتالي بيجي المساعد السفراج اللي هو اسمه باس بوي او باس جيرل ده المسمى الوظيفي اللي هتتعرف عليه لما تشتغل الشخص ده مالوش دعوه بالترابيزات ما بيقربش من الترابيزات فبالتالي بيقدر ان هو يدخل المطبخ يجيب الاكل يسلمه للويتر والويتر بدوره بيسلمه للكابتن اللي بيبتدي يقدمه على مائدة النزيل عندي بعد كده بيرفع ادوات الخدمة من محطة الخدمة ونقلها الى التشغيل يعني الادوات اللي بحتاجها من محطة الخدمة سواء باقش يوك سككين معالق كل الحاجات دي بتبقى موجودة عندي في منطقة الخدمة او في محطة الخدمة لو بحتاج حاجة منها اثناء الشغل ببتدي ان انا اروح اجيب من المحطة الخدمة عشان اقدر اكمل شغلي بيها النقطة اللي بعد كده مساعد صفراجي مبتدئ ده اول بوزيشن في سلسلة المطاعن يعني حضرتك ما عندكش لسه اي خبرة خالص وبتروح تشتغل في فندق وما عندكش خبرة اول مرة تشتغل في فنادي وسنك صغير بيشغلك الشغلانة دي مساعد الباسبوري شغلانته ايه بقى؟ بيقوم باعمال المناولة الداخلية ونقل الاساس وكمان تلميع الادوات الفضية والزجاجية نقل الاساس يعني انا عندي طرابيزات وكراسي هشيلها وحركها من مكانها طبعا كل فترة بيقوم مدير الاغذائرة والمشروبات مدير الادارة نفسه او مدير المطاعم ان هو بيبتدي يبقى عايز يعمل تغيير لشكل الطرابيزات زي احنا في البيت تلاقي كده والدتك او والدتك جات فترة كده وراحت مغيرة نقلت السفرة مكان الانتري حابت تغير شكل المكان وبالتالي ده بيحصل في المطاعم السيتاب اللي هو بيبقى محطوط جوه المطاعم بيبقى له شكل والناس تعودت عليه فبيجي كل فترة يحرك الترابيزات دي من مكانها وينقلها في مكان تاني عشان يدي شكل مختلف او لو عندي حفلة في قاعة الافراح بيتم فرش الترابيزات والكراسي بالعدد المطلوب عشان الفرح اللي هيتعمل وبالتالي اللي بيقوم بالمهام دي المبتدئين في العمل اللي هم مساعد الباسبوي كمان بيلمع الادوات شغلنت انه هو يمسك الشوكة السكينة المعلقة بعد ما تتغسل وتكون نظيفة انه هو يبتدي يعمل لها عملية تلميع عشان يبقى شكلها بيبرق كده ومنور اثناء الشغل النقطة اللي بعد كده الساق مين الساق ده؟ وظيفة رقية جدا في عالم الفنادق حيث تحتاج الى دراسة لعلم الانبزة وتواريخ السنين ذات الانتاج الجيد لكل اصناف الانبزة ايه الكلام ده؟ الساق ده راجل بيشتغل مسؤول عن الخمور اللي موجودة في المكان احنا هندرس الساق لانه موجود عندنا في المنهج بتاعنا ولكن بدون التوسع في علم الانبزة لانه هو مش موجود في منهجك ولكن لازم عشان تكون عارف ان الراجل ده بيدرس علم الانبزة هتقولي هي الخمور علم في الشغل الفندقي علم يعني مثلا مثلا انواع الخمور بتستخرج من بعض المأكلات او المشروبات او الفواكه اللي احنا بنتعامل معها ممكن ما نكونش عارفين زي مثلا لما قول الفاديكا بتخرج من البطاطس زي ما قول الوينات بتخرج من العنب وهكذا فعندي الخمور بتشتق من مأكلات او فواكه معينة الراجل ده بيبقى عارف كويس جدا بتشتق من ايه وبتقعد قد ايه عشان توصل لدرجة التخمير والتعتيق المناسبة فشغلانا بتبقى مهمة جدا جوا الفندق ودي مهمة الساق النقطة اللي بعد كده مسؤول اعمال التقطيع عندي حد مسؤول عن اعمال التقطيع لما يكون عندي ولايم كبيرة وطرابيزات كبيرة طلبة ديكرومي طلبة خروف او طلبة نصف خروف او حاجات زي كده احجام كبيرة عالطرابيزة فالرجل ده مهمته ان هو بيبتدي يقطع الحاجات دي ويقدمها في كل طبق للعميل اللي موجود عندي بعد كده ازياء العاملين الناس دي بتلبس ايه شكل لبسهم ايه جوا الفندق اول حد عندي مدير المطاعم الراجل ده بيلبس جاكت جاكت بدلة زي اللي انا لبسها دي كده وتحتيها سيديري اللي هو بنقول عليه الجلي او الفست السيديري السيديري ده بيبقى لونه رماضي على بنطلون اسود وربطة عنق رماضية اللي هي الكارفاتة طبعا خلينا نقف كده على نقطة وتركز فيها قوي كل الازياء اللي هنستعرضها دلوقتي او نوعيات اللبس اللي بيلبسها اللي ستوف فيها حاجة لا تتغير ابدا البنطلون والقميس القميس ابيض البنطلون اسود الشراب اسود طب هتقول لي طب يا منا ما لابس اي شراب يعني ايه مشكلة لا يقولك دايما البنطلون لان بيبقى البنطل Lancic مش جنسو على جبردين مش بتبقى ماسكة في الجسم زي البنطيل اللي بتلبسوها او بنلبسها النهاردة وبالتالي بيبقى البنطلون اثناء الحركة ممكن يبين الشراب فالشراب لو لون مختلف الشوز بيبقى لونه اسود بوقع البنطلون noticeable فلو الشراب لون مختلف بيبقى الشكل مش ظريف وبالتالي بيفضل ان الشراب يكون اسود علشان لو حصل حركة والبنطلون بقى ازهر الشراب ما يبقاش اللون في نشاز او ما يبقاش مختلف يبقى في الكنتراست كده في الالوان تمام وبالتالي بلاقي مدير المطاعم البدلة بتاعته زي ما قلنا جاكت جاكت وسديري لونهم رماضي وبنطلون اسود وربطة عنق رماضية اللي هي الكرافات ده الكلام ده الظهر الظهر بيبقى لابس الطاقم ده بالليل لو متواجد بالليل بيلبس سموكينج مع السديري ابيض سموكينج بدلة ولكن ليها ديل زي بدلة الساحر كده مثلا يعني بتبقى شبهها بس مش زيها بالزبط بيبقى ليها طول من ورا كده وبتبقى بدلة ديقة على المدير بيبقى شكلها شيء جدا وتحتها فيستا او سديري لونه ابيض برضو مع الاميس الابيض والبنطلون الاسود قلنا دول ما بيتغيروش خالص المتر دوتال اللي هو مدير المطاعم بيلبس نفس السموكينج اللي هي البدلة اللي لسه قيلين عليها من شوية بس البيبيون اللي بيلبسها بيبقى لونها اسود رئيس الصف اللي هو الكابتن بيلبس بدلة لونها ابيض جاكت ابيض والبيبيون اللي بيلبسها بيبقى لونها اسود السفراجية اللي هم الويتر اللي لسه قيلين عليهم من شوية الويتر زي مماثل لرئيس الصف يعني بدلة بيضة جاكت ابيض مع ببيون ابيض البيبيون اللي بيبقى لابسها في الابتو دي بيبقى لونها ابيض البارمن زي مماثل لرئيس الصف مع كارفات اسود يعني بيلبس برضو البدلة البيضة وبيلبس عليها كرافاتة سودة بعد كده الساق بيلبس برضو زي رئيس الصف برضو بدلة بيضة ولكن بيحط على البدلة زي ما منشوف المحاميين كده بيحط ايه دبوس كده على شكل الميزان بيبقى حطوا كده في الكتف بتاع البدلة بيبقى شكل الميزان لانه هو محامي وده الشعار اللي بيدل على طبيعة عمله او طبيعة شغله سواء المحامي او وكيل النيابة الى اخره كذلك الساق في الفنادق بييجي حط هنا كده دبوس على شكل عنقود عنب بما ان العنب هو من اشهر الحاجات اللي بيستخرج منها الخمور بعد كده عندي الشروط الواجب توفرها في العاملين في المطعم لازم اللي بيشتغل في المطعم يتوفر فيه الشروط اللي هنتكلم عنها دي دلوقتي نظافة المظهر الايدي والاظافر نظافة الجسم بصفة عامة طبيعي انك عشان تشتغل في مكان بتقدم اكل وبتقدم شرب لازم النظافة دي تكون نمبر وان عندك اصلا طبعا النظافة دي لازم تكون طبيعة فيك حتى لو انت مش بتشتغل الشغلانة دي في اي شغلانة تانية حتى لو بتشتغل في مكان محدش بيشوفك فيه بتشتغل كولد سنتر وبترد عالتليفون ومحدش بيشوفك النظافة دي شيء طبيعي لازم تكون موجودة فيك ولكن بما انك بتقف على ترابيزة وتتعامل مع عميل مباشرة لازم تهتم قوي بالنقطة دي تهتم بشكل ايديك بضوافرك الضوافر ماينفعش تكون ديرتي ماينفعش تكون مش نظيفة ماينفعش تكون طويلة بشكل اوفر زي ما الشباب اللي بيسيبوا ضوافرهم الضفر الصغير ده الصباع الصغير ده بيسيب الضفر طويل كده شكل ده سايق جدا البنات اللي بتسيب ضوافرها طويلة زيادة عن اللزوم كل الحاجات دي لازم ناخد بالنا منها كويس جدا عندنا بعد كده البشرة ونظافة الوجه والشعر والاسنان تكون نظيفة البشرة يعني المفترض بالنسبة للشاب يكون حليق الدأن وفي نفس الوقت بالنسبة للبنت والشاب برضو اللي بيطلع له حبوب او بقع في الوشة او حاجات زي كده لازم دايما نراعيها مع طبيب ويستخدم مرتبات البشرة علشان ما يبقاش وشه فيه باي دفوهات كذلك الشعر النهاردة بنلاقي شبابنا الشباب الصغير اللي هم حضراتكم يعني بنلاقي ام سوري يعني تورطايا كده على راسه وده الستايل جديد وده الشياكة بقى وده الشعر اللي بيتعامل النهاردة طبعا شكل سيء جدا 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 لما اجي تكلم عن الكيتشن عن المطبخ فعلى اقل بلاقي الراجل اللي بيشتغل جوا بيلبستك بيلبس على دماغه حاجة طويلة كده سمعتك فدي مهما ان كانوا برضو بيبقى مطالب ان شعره يكون قصير ومع ذلك بيلبستك فانت ما ينفعش تلبس حاجة زي كده على راسك وبالتالي ما ينفعش شعرك يكون طويل الشعر بيكون قصير متسرح تسريحها ملأمة وشكلها كويس كذلك الاسنان لازم دايما تتابع اسنانك بغسلها ونظفتها باستمرار سواء الكلام ده لولد او لبنت النقطة اللي بعد كده العناية بالقدمين والوقوف والالتزام بموعيد العمل العناية بالقدمين يا دايما تهتم برجلك تهتم بنظفتها تهتم بالشوز اللي انت بتلبسه انه يكون مريح لانك بتتحرب كتير بتقف كتير وبالتالي الشوز اللي لابسه لو مش مريح حيتعبك كلام برضو موجه للبنات اللي دايما بتحب تلبس الكعب وكده انت مش هتبقى خارجة خروجة صغيرة ومروحة انت بتقضي شفت لا يقل عن 8 ساعات وبالتالي لازم الشوز اللي يكون في رجلك تكون مريحة الوقفة ماينفعش يكون واقف قدام العميل ساند عالترابيزة او حاطط ايدي في وسطي او ماينفعش لازم بقواقف واقفة ستاندر جسمي مفروض ايدي ورا ظهري ابتسامتي في وشي دايما اسناء الشغل كمان الالتزام بموعيد العمل من الحاجات المهمة جدا لانك لو مالتزامتش فانت هتعرض نفسك لمشاكل فيما بعد يعني لو قولنا ان انت بتشتغل في المورنينج شافت في شفت الصباحي من 8 لاربعة الساعة 4 جد انت عايز تروح لو زميلك اللي هيجي يستلم منك مش ملتزم وجي الساعة 4 ونص وجي الساعة 5 ده هيأثر على حضرتك لانك مش هينفع تمشي وهتفضل قاعد في الشغل على بال ما يجي يستلم منك وهكذا وبالتالي لازم يكون فيه اهتمام بموعيد العمل المعطل اللي بعد كده طريقة التحدث ومدة التحدث والامانة يعني ايه طريقة التحدث ويعني ايه مدة التحدث طريقة التحدث ما ينفعش توقف تتكلم مع عميل وبتشوح ممكن تكون تلقائي احيانا بتبقى الحركة دي في بعض الناس غير مقصودة هو طبيعي عنده هو بيتكلم بيشاور بيدي كتير وتلاقي دي بتترفع وبتطلع ما ينفعش مدة التحدث ما تخدش وقت طويل قوي مع العميل الا لو هو فتح معاك موضوع قدر الامكان تحاول تقلص الموضوع تختصر الموضوع عشان ما تتلاقيش نفسك دخلت في جدال مع العميل او في تعارض اراء مع العميل دايما تجنب النقطة دي وبالتالي لازم يكون ردودك محدودة ومحسوبة مع العميل كمان الامانة الامانة شيء مهم جدا لانك اثناء ما بتشتغل وارد جدا الترابيزة بعد ما تفضى تلاقي حاجة عليها مفاتيح موبايل فلوس شنطة اي حاجة فلازم الحاجة دي بتسلمها لإدارة المكان ويكون عندك الامانة بعد كده التعاون وعدم مضغ اللبان والعطس او الكحة ايه الكلام ده اولا لازم تتعاون في الشغل انت مسؤول عن مجموعة من الترابيزات انا بشتغل عليها عندي مثلا عشر ترابيزات انا مسؤول عنهم والعشر ترابيزات قاعدين كلهم بيأكلوا والدنيا ماشية عندي مظبوطة جدا بس العشر ترابيزات اللي جانبي بتوعزميلي في خلل هو الويتر اللي تحت ايده ضعيف في الشغل او زميلي نفسه الكابتن مش مركز اوي ففي خلل عنده ماينفعش ان انا اقفع العشر ترابيزات بتوع الستيشن اللي جانبك في ايه عجزة في ايه خلل وتقدر تساعد زميلك وتتعاون معه كمان ممنوع مضغ اللبان اثناء الشغل ممكن جدا تاكل لبانة او تاكل لبانة علشان تغيير ريحة الفم وتزبطها قبل الوردية قبل الشفت ما يبدأ بمجرد ما دخلت المطعم ماينفعش انك تقف في المطعم تندغ لبان او انت تقف يتندغ لبان بقى او بلالين وحاجات كده ماينفعش نقطة اللي بعد كده العطسة او الكحة يعني مش هعطس كمان مش هكح تعتس وكح بس دايما ايدك على وشك دايما انا بنشوف الحاجات دي للأسف النهاردة نلاقي واحد عطس فجر المكان طب ليه يعني حط ايبك على وشك يعني انا ماليش زنب ان انت تمفاجر في وشي ماليش زنب ان انت تكح كحة تخرملي وداني كل الحاجات دي محتاجة شيء من الاتيكيت انت تعود نفسك عليه بعتس بحط ايدي على وشي بكح بحط ايدي على وشتي قدر الامكان ان انا حسيت ان الحاجة دي هجيلي باخد زاوية او باخد جنب خارج المطعم واتخلص من الحاجة دي لا خلاص كبست علي في المكان ماينفعش بقى بقى فاتح وشي كده واعطس في وش الناس اهو كح بصوت عالي في وش الناس بعد كده البقشيش الفوط المصغاط ايه الكلام ده البقشيش اللي هو التبس ماينفعش ابقى بشتغل ومستني العميل هيسيب ولا مش هيسيب ولو ساب اجري على طول على الفولدر الفولدر ده اكيد كلنا قعدنا في كافيهات وشفناه محفظة جلد كده طويلة بيتحط فيها الشاك والعميل بيسيب الحساب وبعد كده بياخد الباقي وبعد كده بيرجع الفولدر الفولدر ده ياما بيبقى خدي الباقي كله والفولدر فاضي ياما بيبقى ساب فيه حاجة نتاج استقبالك الجيد واسلوبك الجانتل جدا واحترامك للعميل والعميل ارتاح معك في التعامل في كل الحالات انت بتشتغل علشان انت حابب الكرير انت داخل الشغل ده وبتحب شغلك وبتنجح فيه بغض النظر هو العميل هيسيب ايه ومش هيسيب ايه وفي نفس الوقت ما يفعش تجري قدام العميل تقوم فاتح وشايف هو يسيب ايه وينفعش مجرد ما العميل بيمشي بيبتاعد خالص عادي بتبتدي تاخد الفلوس اللي موجودة ولو مش موجود حاجة جوة الفولدر عادي جدا العميل مش مجبر ولا ملزم انه يسيب حاجة زي دي بعد كده الفوط الجست نابكن اللي العميل بيستخدمها بيحطها في رقابته او بيحطها على رجليه مش من اختصاصك ماينفعش ان انت تقوم واخد فوطة تغسل بيء تمسح بيها معلقة ولا شوكة ولا سكينة ماينفعش انك تقرب منها نهائي المصوغات الكلام موجه هنا للانسات للبنات مخطوبة وفي نفس الوقت بتشتغلي على بال ما تتجاوزي او متجاوزة مثلا وبتشتغلي فخطيبك ما شاء الله جايبلك بقى عشر غواش ماينفعش بقى تقف في المطعم ماينفعش المفترض بيبقى الاكسسوريز بالنسبة للبنات اكسسوريز سيمبل جدا لو خاتم خاتم رقيق لو انسيال ولا حاجة حاجة خفيفة سيمبل في ايدي ماينفعش بقى لابسة مصوغات كتير بقى وحلقان وسلاسق ماينفعش الحاجات دي بعد كده هندخل على ادارة المطاعم المطاعم او المطعم ككلمة مطعم ظهرت لاول مرة في فرنسا لو رجعنا بمنهجنا في الاول خالص هنفتكر وهنقول ان اول بلد اهتمت بعالم الضيافة وبعالم الفنادق هما الفرنسيين وبالتالي برضو كلمة مطعم ظهرت في فرنسا في القرن الستاشر بس كانت كلمة ريستوران هي كلمة فرنسية كلمة ريستوران وقتها كانت بتشير لنوع من انواع الشرب الحساء يعني الشربة فكان فيه نوع شربة طيب المزاق طعمه حلو اطلقوا عليه ريستوران ده بداية الكلمة خالص قبل ما تنتشر على المطعم بعد كده ظهرت على المطعم اللفظة نفسها اتقالت على المكان اللي بنعد ناكل ونشرف فيه حتى لو مثلا وقتها عندهم مثلا اوضة في الشقة في شقة ايتي او في بيتي الاوضة دي اسمها ريستوران انا طالما اعب باكل واشرف فيها الكيتشن مثلا المطبخ ممكن دي اقول عليها ريستوران طالما اعب باكل وباشرف فيها كلام ده كان سنة 1765 بعد كده قالك يمكن تعريف المطعم على انه منشأة تعمل لخدمة العملاء لتوفير حصولهم على المأكلات والمشروبات هي منشأة مؤسسة مكان بتعمل على توفير المأكلات والمشروبات للعميل العميل بيدخل يقعد على تربيزة ياكل ويشرب صح كده يبقى هو ده تعريف المطعم طيب انواع المطاعم انواع المطاعم عندي بتنقسم لنوعين نوع الاول المطاعم التقليدية النوع الثاني مطاعم حديثة هنتعرف معهم مع بعض الوقتي عليهم مع بعض وهنبدأ بانواع المطاعم التقليدية واولها معانا مطاعم بنسيونات العائلات مطاعم بنسيونات العائلات بتقدم وجبتين من بينهما وجبة الافطار يعني ايه الكلام ده يعني مطاعم او مطاعم بنسيونات العائلات هنلاقي ان اصلا الفكرة اديمة شوية ممكن ما تكونش موجودة النهاردة ولكن لو لقيناها نلاقيها قليلة الأماكن دي كانت بتتقبل العائلات فقط يعني واحد نازل بأسرته من محافظة لمحافظة أو من بلد لبلد وعايز يباد في مكان وبالتالي بياخد أسرته ويروح يعود في المكان ده وهو متطمن أن المكان ده ما فيهوش نزلاء فراضة يعني شاب قاعد لوحده شباب قاعدين مع بعض لا هو متطمن مع زوجته وأولاده فعايز يقعد في مكان عائلي وبالتالي كل اللي قاعدين في البنسيونات العائلات عائلات وبالتالي بيحب يروح يعود في المكان ده بس كان البنسيونات دي بتقدم وجبتين بس مش زي الفنادق النهاردة بتقدم الثلاث وجبات لا هو كان بيقدم وجبتين فقط فطار وغدا أو فطار وعشا الفطار ستاندر أساسي ومعاه غدا أو عشا وبالتالي اللي قاعد في البنسيون بيبقى عارف أنه عنده وجبة ثالثة هيدطر ان هو يجيبها من برة او ينزل يكلها برة في اي مطعم خارجي دي مطاعم بنسيونات العائلات ده صورة لأحد مطاعم بنسيونات العائلات وبنلاقي حتى الستايل بتاعها كده لو بصينا للصورة هنستشعر ان هو حاجة قديمة شوية او كلاسيكية شوية بعد كده عندي مطاعم الفنادق تقدم الثلاث وجبات الرئيسية وتتميز بالفخامة والرقي اهي لما اجيبص كده على كلمة الفخامة والرقي الصورة اكبر دليل لو بصينا هنلاقي حاجة فخمة جدا سواء من ارتفاع السقف الفيوهات الستاير النجف طربيزات كراسي مفارش حاجة بمعنى كلمة او يمكن سيفن ستار كمان فالمطاعم دي بتقدم لي الثلاث وجبات فطار وغدا وعشان طبعا فيه تركاية كده لحضرتك يعني تكون عارفها ان في عندي نوعيات في الاقامة جوه الفندق بتقول هاف بورد او فول بورد يعني ايه الكلام ده يعني نصف اقامة او اقامة كاملة نصف اقامة يعني بتبقى شبه اللي لسه منكلمين عنها بنسيونات العائلات باخد فطار وغدا او فطار وعشان هو الفندق قادر يقدم لي الثلاث وجبات بس انا بختار الايه الهاف بورد اللي هي على قد امكانياتي المادية او على قد الوقت اللي انا هعضو يعني انا جاي المكان ده الصبح وفنيتي امشي بالليل فباخد هاف بورد انا يدوبك جاي الصبح فهافطر عندهم وهتغد عندهم وهمشي وبالليل بقى هتعشى في اي مكان وبالتالي بختار الهاف بورد لكن حد تاني رايح يقعد ثلاث اربع تيان فبيختار الفول بورد اللي هم الفطار والغدا والعشان دي المطاعم او مطاعم الفناء دي النقطة اللي بعد كده المطاعم الكلاسيكية زي الطابع كلاسيكي متميز في كل شيء يعني بنلاقي المطاعم دي زي ما هنشوف كده صور لناس قديمة لو قلنا مثلا عندنا هنا في مصر هنلاقي صور لعبد الحليم لأمو كلسوم لزعماء مصر القدامى الى اخره بنلاقي الترابيزات دي والاضاءة والستايل نفسه حاجة كلاسيكية كده حاجة قديمة الناس اللي هم نقدر نقول اكتر ناس بيحبوا يزوروا الاماكن دي الكابلز اللي هم عايزين يعودوا في مكان كده شاعري مكان هادي الترابيزات عليها كاندل اللي هي الشمعة دايما بنلاقي المطاعم دي دول روادها او دول اللي يحبوا يعودوا فيها عندي بعد كده المطاعم العلاجية تقدم قوائم طعام تتناسب مع نظم علاج روادها وتعليمات الاطباء واحد تعبان وخارج من المستشفى بعد فترة عملية اضاها او عملها وبالتالي بيتعامل مع الاماكن العلاجية دي علشان فيها الاكل الصحي اللي هيناسب حالته الصحية زي ما نلاقي مثلا وجبة زي دي هنلاقي الاكل مشويات خضار ستي هنلاقي دايما الاكل حتى لو بصينا كده في كل الاكل اللي محطوط اكل صحي جدا فدي نوعيات الاكل اللي بتتقدم في المطاعم دي مايبقاش فيها كلسترول مايبقاش فيها ملح زيادة كل الحاجات دي بتكون مظبوطة عشان حالة الشخص اللي قاعد عندي بعد كده المطاعم السياحية تقدم قائمة محددة الكم والسعر من قبل وزارة السياحة وبها قاعات للأفراح ومسرح المطاعم السياحية دائما هي المطاعم اللي بتستقبل الأفواج فانا جاي لي فوج أجنبي فوج ايا كانت جنسيته فبتبقى الشركة اللي جايبة الفوج ده متفقى مع مطاعم ان الفوج ده جاي هيكلوا كذا هما الفوج اتفقوا مع شركة السياحة اللي جايباهم ان هما الوجبة بتاعتهم كلهم هيكلوا نوع واحد سيء مثلا كلهم هيكلوا ستيك مشرو ده نوع من أنواع الأكل فبيبقى الأوردر كله اللي نازل على الترابيزات ستيك مشرو فبتبقى محددة السعر ومحددة الكمية واللي بيشرف على الكلام ده وزارة السياحة بنفسها المطاعم دي بيبقى فيها زي مسرح فيها قاعل الأفراح نقدر نقول extension يعني حاجة إضافية حاجة جنب المطاعم نفسه دي كده ده صورة مثلا لأحد المطاعم السياحية الموجودة وبنلاقي الفيو بتاعها زي ما احنا شايفين غالبا بيبقى فيوهات open air وفيوهات مفتوحة على جاردن وعلى بحر أو نيل أو حسب موقعها ما يكون موجود عندي بعد كده المطاعم الحديثة أول حاجة عندي في المطاعم الحديثة snack bar snack تعني وجبة خفيفة وبار تعني counter الذي يجلس عليه العميل تعال كده نشوف الشكل ده ده ل snack bar لو خدنا بالنا هنلاقي على الشمال هنا في بار طويل جدا وقدام منه كراسي 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 منترصصة جنب بعضها المكان ده العميل اللي بيتردد عليه ما بيبقاش عميل عنده الوقت الكافي إن هو يعود يأكل ويشرب براحته وبالتالي بيكون الأكل والشرب عنده على عوجالة فبالتالي بيقعد على الكرسي والبار ويطلب صندويتش خفيف لأنه هو اسمه snack bar snack أصلا يعني تصبيرة وجبة سريعة مش هقعد ألاقي أكل بقى شرب وإلى آخر وبقى وفواتح شهية ومعجنات مش هلاقي الكلام ده كله أنا هلاقي صندويتشات بيزات حاجات خفيفة مع درينك مع مشروب لإني ما بيبقاش فيه متسع من الوقت للعميل اللي بيتعامل مع نوعية المطاعم دي وفي نفس الوقت أصلا كمان عشان ما قالت إليه الظروف يعني حتى النهاردة الزمن كله بقى سريع وأغلب الناس بقيت دايما مستعجلة وليل قوي دلوقتي الناس اللي عندها كم من الوقت اللي بتقعد في مطعم كلاسيكي أو مطعم من المطعم التقليدية يعود يأكل ويشرب في ساعة أو ساعة ونص لا بقى النهاردة الوقت سريع جدا والناس بتحاول تستغلوا وبالتالي تم إنشاء snack bar عندي بعد كده مطاعم الخدمة الذاتية المطعم اللي الرواد فيه اللي هم العملة يمر فيها الرواد على مجموعة من الأطباق المجهزة والمشروبات ويخترون كل حسب رغبته ويقومون بخدمة أنفسهم تعالى ندي example لما تدخل كنتاكي ولا ماك انت ما بتش بتقعد على ترابيزة وبيجي لكويتر أو كابتن وياخد منك الأوردر ويروح ينفزه ويجيبهولك يحطهولك على الترابيزة لأ أنا عن نفسي بدخل كنتاكي وأكيد حضرتك بتروح على الكاونتر تطلب الأوردر بتاعك بتاخد الأوردر على إيه على تراي صنية حضرتك نفسك أنت العميلة اللي بتشيل بإيدك الصنية دي وبتروح لحد الترابيزة وتحط وتعود تاكل يبقى أنت هنا عملت إيه؟ خدمت نفسك دي الخدمة الزاتية فالخدمة طعم الخدمة الزاتية بروح بلاقي زي بوفيه كده أو إطباق محطوطة سرفيز كبيرة محطوطة وعليها كميات الأكل وأنواع الأكل وبجيب طبق وببتدي أخد الكميات والنواعات اللي أنا عايزها بإيدي وبحاسب عليها على الكشير وبعد كده بقعد آكل وببقى أنا هنا اللي خدمت نفسي بنفسي النقطة اللي بعد كده ده صورة مثلا هي من مطاعم الهلبي يورسالف أو الخدمة الزاتية هنلاقي هنا الترابيزات والبار بنلاقي الشخص اللي واقف بيطلب الأوردر مثلا هو اللي بيطلب الأوردر من على البار وبياخد الأوردر بعد كده بنفسه بإيده بيروح يحطه على الترابيزة اللي هياكل عليها يبقى هو هنا عمل ايه هلبي يورسالف خدم نفسه بنفسه خدمت نفسي بنفسي تمام بعد كده مطاعم استراحات الطرق تنشأ على جانبي الطرق السريعة ويتبعها بارك للسيارات وتقدم خدمة سريعة للمسافرين تعالا ندي إجزامبل دي صورة للمطاعم الطرق تمام وقدامها زي ما احنا شايفين هنا عربيات ركنة هي أديك إجزامبل سريع على عندنا مثلا انت لما بتسافر اسكندرية مارسة مطروح بميكروباس مثلا طبيعي بتلاقي السواق كده بعد فترة من السواقه رح داخل على جنب كده وركن خير في ايه هنقف نسترية فبتلاقي وقف جنب ايه رست صح بنلاقي مكان كده بننزل كلنا نقعد نرتاح رجلنا تعبتنا من السفر من الاعدب في الميكروباس فبننزل نقعد نشرب حاجة ناكل حاجة سريعة وبعد كده بنركب العربية تاني وبنكمل رحلتنا دي الفكرة من مطاعم الطرق بيبقى لازم يكون فيها باركنج لان هي اسمها مطاعم طرق هي على الطريق وبالتالي لازم يكون في مكان للعربيات انها تخش تركن عشان يقدر ينزل العميل ان هو يتناول الاكل بتاعه او المشروب بتاعه وبالتالي المطاعم دي يعني بنزلقها دايما برضو بيكونوا على حالة من العجالة مستعجلين لان هو مسافر فهنلاقي نوعية الاكل اللي بتتقدم جوا المطاعم دي برضو سندويتشات خفيفة وسريعة التجهيز والتحضير مش هتلاقي واحد بيسوقه مسافر عشان رايح مشوار مهمة او حتى عشان يستمتع بوقته في السفرية هيضيعه كله على الطريق وبالتالي بيلاقي الاكل اللي دايما ارداراته سريعة وبتتنفس في خلال العشر دقايق لا تتجاوز النقطة اللي بعد كده البب ايه البب ده البب ده اختراع امريكي اساسه اختراع امريكي وهو بار يعني هما لما اختراعوا البب هو قال لك احنا هنفتح مكان غير بقى جوه الفندق والبارات اللي بتوبقى جوه الفندق لأ احنا هنفتح مكان وهنسميه البب ده اللي عميل بيدخل يلاقي بار فقط بس بار وعليه كراسي فقط معاشه ولا طربيزات ولا اي حاجة بار كونتر كبير وقدامه كراسي البار اللي هي الكراسي الطويلة دي خيس كده عشان ياخد الدرينك بتاعه اللي هو بيبقى الكوهوليك خمور مع الوقت اتطور الباب وبقى يقدم بدل الكوهوليك بس بقى يقدم زي ما اتكلمنا قبل كده قولنا انواع البراط ان عندي الكوهوليك بار بيقدم خمور وبار بيقدم عصير طبيعية ومشروبات سخنة الحاجات اللي احنا عارفنا فالباب بطور من نفسه وبدأ يقدم دودة كمان بدأ يدخل صندوتشات سريعة وخفيفة وحاجات نقدر نقول عليها أبيتايزر حاجات كده فواتح شهية أبراتيف حاجات كده سريعة التناول سناكس ده كله بيبقى موجود في الباب هو قالك هنا هو بار امريكي ملحق به مطعم يقدم اطباق مختلفة سهلة التجهيز وكذلك مشروبات وده اللي لسه ايلين عنه دي صورة للباب زي ما شفناه باب قدامي كونتر يعني في ظهره لو بصنا وركزنا في الصورة هنلاقي أزايز الألكوحوليك تمام قدامه في الكراسي الطويلة بتاعة البار بقية المكان ما فيهوش حاجة خالص ولا ترابيزات تاني ولا كراسي ولا حاجة العامل بيدخل من الباب يروح يعود على الكرسي ده يطلب الحاجة اللي هيتطلبها فين وهو قاعد على الباب أو على البار الأمريكي عندي بعد كده الدراجستر ينتشر بكسرة في أمريكا في البيوت التجارية الكبرى ويتيح الفرصة للرواد بعمل التسوق وبعد ذلك تناول وجبات خفيفة تعال بقى حاول أبسطلك الدراجستر عشان فيه ناس كتير جدا بتتلخبط في المعنى ده اديك اكزامبل مثلا في مصر هنا لما تروح مول أي مول مول مصر مول العرب أي مول لما تدخل المول ده انت هدفك الأساسي من دخولك المول مش إنك تاكل أو تشغل انت هدف الأساسي إنك تعمل شوبينج بتتدور بتفرج على لبس تفرج على أجهزة أكسيسوريز كتب أي حاجة فكرة الدراجستر هي قدت فرصة للعميل إنه هو لما يخش الأماكن دي ويشتري ويلف طبعا الواحد طبيعي لما بيلف وبيطلع وبينزل فبيبتدي يحس بالجوع فخلق لك مكان صنع لك مكان هنا إنك تتناول وجبتك فيه خلاني ألف أدور على الحاجات اللي أنا عايزها جيبت كتب جيبت هدوم جيبت حاجات زي كده أوه تعالى تعالى ده في مطعم هنا فأم داخل أعد أكل أكل برضو بيكون أكل سريع وفي نفس الوقت بيتيح لي الفرصة إن أنا قعدت بقى ببتدي أشوف الحاجات اللي أنا اشتريتها أبص عليها لو جبت كتب أبتدي أقرى شوية فده فكرة الدراجستر تمام؟ تتمثل خدمة المطاعم للسلاسل العالمية في خدمة الوجبات السريعة الوجبات السريعة من الستايلات أو الحاجات اللي في المهنة الفندقية انتشرت في عصرنا دلوقتي وزي ما تكلمنا عن المطاعم اللي قلناها من شوية زي السناك بار والباب إلى آخره أصبحت كمان السلاسل العالمية دي اللي بتقوم بخدمة الوجبات السريعة من أشهر المطاعم اللي موجودة في كل حتة في العالم حتى في بلدنا الأماكن دي قدت طابع سريع لتناول الوجبات وفي نفس الوقت أسعار نسبة جميع الفئات اللي بتتعامل معاها نجحت المؤسسات دي إن هي توفر الطاقة الانتاجية يعني إيه الكلام ده؟ المؤسسات دي من شدة نجاحها ومن قدرتها على اختراق السوق الفندقي أو السوق المطعمي قدروا إن هم يعملوا توفير الطاقة بتاعتهم عن طريق الأجهزة اللي شغالين بيها من بوتجازات من فلايرات من فاتورة زيت اللي هي بتقلي فيها البطاطس والبني والحاجات دي فطبعا كل ما وفر في الطاقة الانتاجية عندي كل ما ده اداني طاقة استيعابية أكتر وقت أطول للشغل ده كمان ما نجحوش في كده وبس ده هم نجحوا أكتر كمان إن هم يصنعوا الأجهزة بنفسهم يعني بقى عندهم قدرة على تصنيع الجهاز اللي هيشتغلوا به سواء باريستا سواء فرن سواء بوتجاز حتى الأدوات الصغيرة بتاعت أدوات اليد المقاطع والشوك والسكاكين وكلام ده كله هم نجحوا كمان في تصنيعها بنفسهم النقطة اللي بعد كده تقديم أطباق ووجبات جديدة باستمرار الأماكن دي هنلاقيها دايما كل فترة بتقدم عروض اعلنت في الشوارع وفي التيفي وإلى آخره في السواشال ميديا بنلاقي إن هم يقدموا طبق جديد أو عرض جديد وجبة عائلية ومعها كذا أو وجبتين ومعهم كذا فبنلاقي الكلام ده كله دائما باستمرار بيقدموه ده كان من أسباب أو أحد أسباب نجاحهم القوي كمان أسعارهم في متناول الناس مش أسعار باهزة جدا ومش أسعار متدنية جدا التجانس سر النجاح ده كان من أسباب نجاح الأماكن دي يعني إيه التجانس سر النجاح؟ يعني لازم يتوافر علشان أنجح في مطعمي العناصر اللي جاية دي الجودة، الخدمة، النظافة، القيمة الجودة لازم يكون بقدم أكل جيد جدا أكل الكواليتي بتاعه عالي، التست بتاعه، الطعم بتاعه عالي لأن العميل النهاردة لو ده تست رديق مش هيتردد على المكان ده تاني كمان الخدمة، الخدمة اللي بتتقدم هو آه ممكن ألاقي أن الخدمة في الأماكن دي ولكن مقصود هنا برضو أن أنا بيتقدم لخدمة تجهيز الأكل نفسه أنا باخد آه الأكل بإيدي وروح أعود على الترابيزة وأخدم نفسي لكن تصنيع الأكل نفسه ده خدمة حل الضغط أو الراش تايم أو الزحمة اللي بتبقى على الحسابية الكشير دي خدمة لما يكون ما عنديش غير كشير واحد وعليها عداد كبيرة جدا من الناس فلرايح علشان ياخد أوردر يخلص في عشر داي ممكن يقعد ساعة فدي بتبقى من الأخطاء لكن نلاقي الأماكن دي عندي أكتر من كشير عندي أكتر من حد بيستقبل العميل وياخد منه الحساب ويطلعوا الأوردر وينفزهوله وفي نفس الوقت كل ده شغل سريع وبالتالي لو ما عنديش الخدمة منتميزة أو سريعة مش هيكون المكان بتاعي ده ناجح بعد كده النظافة والقيمة الأماكن دي نجحت في أني ما فيش حد تقريبا على مستوى العصور اللي فاتت كلها والأزمنة اللي فاتت كلها وعشرات السنين من ظهور المطاعم دي إن حد قدر يقول إن هي أماكن مش نظيفة سواء في نظافة الترابيزات والكراسي اللي بنعض عليها أو نظافة التست أو الأكل اللي بنكله أو الاطباق اللي بتتقدم وبالتالي ده كان من سر نجاح الأماكن دي كذلك القيمة يعني السعر مقابل الوجبة اللي أنا بخدها بنلاقي دايما متقربة ومتنسبة ما بقى أخدش وجبة مثلا ولاقي إيه حاجة صغيرة خالص قطعة فراخة ولا قطعة لحم صغيرة جدا وسعرها قد كده ما بنلاقيش الكلام ده بيبقى السعر دايما متقارب ومناسب للأكل اللي بيتقدم بعد كده عندي ملحوظة هامة جدا من الأسباب الجوهرية التي أدت إلى تطور صناعة الوجبات السريعة وتضاعف عدد وحدات مطاعمها هو حق الامتياز يعني إيه حق الامتياز؟ هو أن يعقد اتفاق بين الشركة صاحبة حق الامتياز والطرف الراغب في الحصول على امتياز النقطة دي محتاجة نوضحها كده لبعض وندرب اكزامبل عليها لما نقول أن حضرتك في يوم من الأيام ربنا وفقك وقال لك ربنا كرمك كده وقال لك أنا هتديك فلوس كتير جدا وتفتح مطعم وانت قررت خلاص أنا مش بتاع سيحة وفنادق وبشتغل في المطعم فأنا خلاص أنا هفتح مطعم فأنا هفتح المطعم ده هسميه إيه يا جماعة؟ هسميه أي اسم أي اسم؟ أي اسم ترقع في بالك كده فتلاقي حد من الكبار من أهلك قال لك لا يا ابني تعالى سمي اسم مطعمك باسم من المطعم المشهور عالميا دي سميه مطعم كذا من المطعم المشهور عالميا فأنت فرحت جدا وقمت رايح معلق اليفطة عليها الاسم التاع المطعم العالمي بدون أي استئزان هنا تعرض نفسك للمسألة القانونية وما إيه اللي بيتم؟ بروح الشركة المسؤولة عن المطعم ده وبستأذنهم أنا محتاج أستعير اسمكه عشان أعلقه على المطعم بتاعي وبالتالي بينزلوا يعملوا معينة للموقع اللي أنا هفتح فيه المطعم وبيدوني الموافقة مقابل إنهما بيبقى لهم نسبة من الربح وبيبقى لهم تدخل في الإدارة كل فترة بيبعتوا حد من عندهم عشان يتابع نظام الشغل عندي ومستوى الأكل زي مستوى أكلهم ولا لا لو هنا أنا وفقت فبالتالي بكسب اسمهم وبالتالي بكسب تشغيل سريع للمطعم بتاعي لو رفقت لأ ما حدش يتدخل وما حدش ياخد مني من أرباحي فهضطر إن أنا اخترع اسم جديد وابتدي بقى أدور على نجاحه مع الوقت استعرضنا مع بداية الترم نشأة الفنادق تاريخيا وعالميا إدارة الأغذية والمشروبات ومدى أهميتها عوامل نجاحها ومهامها كلمنا عن الهيكل الوظيفي للموظفين اللي بيشتغلوا فيها اللبس اللي بيلبسوه شكله إيه الشروط اللي واجد توفرها فيهم من نظافة إلى آخره شكلها إيه كلمنا عن المطاعم ونشأتها كلمنا عن أنواعها تقليدية وحديثة وتكلمنا عن حق الامتياز وبكده نكون خلصنا الترم بتاعنا وخلصنا منهجنا مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق وإلى اللقاء اشتركوا في القناة